كثيرة هي الشعارات الانتخابية التي يطلقها المرشحون في الأنبار خلال حملاتهم الدعائية المستمرة مواطنون أعلنوا عدم تأثيرهم بمثل تلك الشعارات المؤقتة حسب وصفهم معلنين عزمهم انتخاب الأكفاء والصادقين من المرشحين بغية تحقيق مصالح المواطنين في المحافظة بالنسبة لي أني لم أنتخب شعارات ولا أنتخب أشخاص سجار حرب سجار دمارة الأبناء العراق والمحافظة الأنبار بصورة خاصة نحن نقول القبال حوسوا وقالوا ومن السلم والناصب قالوا بس إلا والله يحاولون الفلوس الخارج ويبنون عمارات بالأردن ودبي وبكل مكان فنحن لا يذهيش ناس نحن نريد الناس اللي قاتلت وجاهدت من أجل الأنبار ومن أجل العراق فيما أعرب آخرون عن عدم ترشيحهم للكثير من النواب السابقين القاطنين في دول الجوار دون اهتمامهم بما تشهده الأنبار من معارك دامية مع الجماعات المسلحة حسب قولهم صار أربعة شهر للمحافظة مهجومة مهجرة الناس العوائل مهجرة هذا وين هو هذا السليم رشح؟ بس صورة معلقها من طيلة شم واحد يروح يفترون بشوارع القولة صور ينطيهم أثمان وهو دايح الدول ولو تلقاه بشوين هذا وقفة هي الوقفة إذا ما يجوا يقفوا يا أبناء محافظة هنا هذا ما أحد ينتخبه ولا يصدق يفوز نشوف الصوار المرشحين هواية وإن شاء الله ننتخب الشخص الجيد مراقبون للشأن الانتخابي أعربوا عن عزم الأهالي في الأنبار على تغيير العديد من نوابهم في الدورة الحالية وذلك لإغفاقهم في حل المشاكل التي تمر بها المحافظة مشيرين إلى نهج البعض من النواب لعملية التسقيط السياسي للناخبين الجدد في المحافظة أملا ببقائهم لدورة نيابية أخرى حسب تعبيرهم إن كانت المفوضية نزيهة ونظيفة ستكون تغيير في الأنبار لأن أهل الأنبار سأموا الوجوه السابقة يسعى أهل الأنبار إلى التغيير بوجوه جديدة وجوه تبني الأنبار الحقيقة هذا الأمر تسقيط سياسي وإفلاس لمن صعد سابقا من أهل الأنبار على أكثاف أهل الأنبار يسقط هؤلاء الشخصيات التي لها دور كبير في مقارعة الإرهاب ولها دور كبير في نهضة الأنبار إن شاء الله من مدينة الرمادي أمر العبيدي الحرة ترجمة نانسي قنقر